السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء الرقم 7 من الشبطة الثامن مواصلين معكم الحديث عن Definition of Different Fases in Iron Carbide Diagram Assementide Assementide أو Iron Carbide It's very hard, brittle intermetallic compound of iron and carbon as Fe3C Containing 6,67% carbon يعتبر صلدي جدا, brittle ويعتبر intermetallic compound من الiron مع الكربون وبيقدر الرمز اللي هو Fe3C ونسبة أحلى نسبة في الكربون فيه 6,67% The structure بتاعه hardest And it is appear in the diagram وبين في الدياجرام لأنه يعتبر stable phase And exit melting point unknown ودرجة انصار بتاعه تهوير معروفة The crystal structure بتاعه orthorhambic And it has low tonsile strength حوالي 5000 PSI And high compression strength لما نيجي نشوف المارتنزايت It's a super saturated solid solution of carbon in ferrite يعني ده أعلى تشبع من solid solution من الكربون في الفرrite It's formed when steel is cold so rapidly That the change from austenite to berlite is super breached يعني عندنا هنا المارتنزايت في الحقيقة ما يبينبنش إلا بتبريد سريع للستيل فبيحصل تغير من الاستناية للبرلite طيب وهو عبارة عن The interstitial carbon atoms Distortes the BSI Body centered decleral ferrite طيب نتيجة لانحشارة زرات الكربون داخل الفرrite البي سي سي بيحصل لنوع من النوع التشوء وبيديني بي سي سي تتراجونال استركشر أو بي سي تي يعني body centered تتراجونال أمام؟ وهو ده responsible for the hardness of quenched steel يعني فاز المارتنزايت هو اللي بيدي أعلى hardness ممكنة لصلب المعمل له تبريد مفاجئ سواء كان في المية أو في الزيت لود برايت is eotectic mixture of austenite and cementite برضو اللود برايت يعتبر المكتشار بتاع التفاعل بتاع eotectic اللي عبارة عن cementite مع austenite it is container 4-3-4-1 في المية كربون and is formed around 130 درجة مئوية